وهو مجغولي صح نسمع القرشة سوا سوبر فلايكي هوا مقلبه قرشة الكاجوف كتير مضبوطة سكرا خفيفة نحن العجينة من عجينة قبل بيوم منحضرها الثاني يوم منبلش فيها نفتحها بنا الشابة لتصير رئيئة لدرجة انك بتشوف إذا تتعملي وراء العجينة بتشوفها بس نجهزها نحلطها ونخذها على القسم الثاني اللي هي نحشيها أصابع وكل وشكور أصناف كتير يعني بس تجهز وتخلص في مرحلة تانية كزا مرحلة هلأ خنح هكي بأول مرحلة اللي هي العجين وشغل بالعجين اللي أيضا اللي نحنا منحطلها نشها أكيد اللي نشها كلها سوا بين عجينة طبعة وطبعة لحتى ما تلزق بعضها والشغل الثاني اللي يطلع هشي تمان نفس الوقت والهوك نحشيها كاجو بالنسبة للأصابع هي ورقة وحدة ومنلفها على خمس طبعات أما الكول وشكور بتكون 10 طبعات ونلفها وفي عنا صنفة تركية اللي هو 8 طبعات عجين وبتلتف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونحن نحن نلفها أصابع كاجو يلي هي أصابع رفيعة صغيرة نحط لها الكاجو المطحون نحن نحن نساوي كل وشكور هذا الصنف الورق العجيم عشر ورقات الكاجو نحنا اللي بنعمل وتميز فيه عن الشركات التانية البيئة نحنا نجيب كاجو حب ونطحنه لأنه نحنا ما نوسق بالشركات اللي بتجيب المطحون فلكن من هك نحنا نحنا نطحن حب هدا تميز نحنا عن باقي شركات ونحنا منسويها شي المستوى اللي بيبطع عنا نحنا كل شكور مستوى كتير عالي جدا والطعم الطيبة بس تكلها عنيك حتليق الفرق بين وبين اي شركتين موسيقى 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 هذه اسمها تركية زيت المكونات بس غير شكل وغير طعمة موسيقى 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 صاحب شركة جولد سويت نحنا بلشنا بهذه الفكرة كرمال شجع اليد العام للبنانية وصناعة اللبنانية للتصدير لبرة لدول العالم كلها فين نصطر احنا نحنا بقلاوة تميز عنا البقلافة تميز عن الشركات التانية بالجودي وبالطعمة وأكيد معجونة بالحب والحنان كمان وبنفس الوقت نحنا عنا زبون زبين بأمريكا وبفرنسا وإذا زبين كمان وكلاء تانية ما عنا مشكل بأي دولة فينا نصدر فيها علينا ونحنا نخبين شهدة الآيزو والأسجاز ونخبين شهايد العالمي وشركتنا تعتبر من أفضل بقلاوة بالعالم حقيقة يعني إذا أردتها بضعاتنا تتميز أن هي أطيب بقلاوة بالعالم نحنا بضعاتنا نحنا نجيبها من أعلى مصانع بالعالم الجودي نوعية السم نحنا نجيبها من أفضل سمي موجودة بالعالم الفستو كمان نفس الشي الكاجو المختار النوعية الكتير المرتبة ليش؟ لأن نحنا بضعاتنا للتصدير للخارج مش للسوق المحلي هون فكرمال هيكي نحنا متميز أنه بجودة البضاعة وطعمتها أكيد مميزة أكيد حتكون يعني ونحنا نتميز عن غيرنا نحنا نأخدين شهدة الآيزو في نحنا الشرح هون الشرح عن المكونات بكل لغات العالم النترشن الجودي العالية وإضافة لكل الأصناف وقصة شركتنا كيف بلشت بارمة كتير مهضومة ولذيزة وشفت على المعمل يلي كتير مرتب وكتير نظيف وبيصدر لأغلبية بردان العالم تخيلوا إن بقلاقة طبعاً بتقدر تروح وين مكان الباكتجن المزبوط بكل لغات وبعدين بتضاين كتير على الرف بتضاين سنة على الرف هل رح تكون فراش من بعد ما تكون ملفوفة بنيلون أرشي عم تسمعوها بري فلايكي بري صوفت بكتير غناية ومحشيين طعمة بقلاوة الصيدوية الجنوبية اللبنانية فيها تكون اليوم عنكم بكتر بلنا العالم تشتروها off the shelf كأنهم عملت هلأ